يحق لكم هذا الزهوى وهذا الزفاف الاستقبالي يحق لكم هذا التصفيق وهذا التمجيد أبطالا رسمتم الفرح على شفاه القلوب اليمنية بات الصغير والكبير محتفي وأصبحتم أسطورة يمنية حقيقية بالفل والفرح والابتسامات يستقبل المنتخب اليمني لكرة القدم القادم من القاهرة إلى عدن بعد وصوله إلى النهائيات الأسيوية المقرر إقامتها في شهر مارس من العام القادم عشرين ثلاثة وعشرين بالعلامة الكاملة بصدارته للمجموعة الخامسة التي استضافتها العاصمة من جلاديشيا داكا بثلاث انتصارات وهو ما شكل فرحة كبيرة احتضرتها الجماهر في كل اليمن للاعبين نشأ كانوا الفرحة الحقيقية لشعب اليمن الشعور لا يوصف الشعور قامل جدا بطولة أسوية تعتبر من أهم التصفيات والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل إقاذ الفني واصدقائي أتأهلنا بكل سهولة وكان هنا في شوية صعوبات بس الحمد لله كانت سهل لنا شعور لا يوصف خاصة باللاعبين وخاصة بالقماهر اليمنية أكثر شيء والحمد لله هنا كان شيء بسيط من إسعاد الشعب اليمنين وإن شاء الله نقدم لهم الكثير من الإنجازات بإذن الله شكرا للجميع شكرا لكل من وقف معنا على هذه الاستضافة الجميلة شكرا لكل الدعمين الذين دعمونا شكرا لغيرات الاتحاد التي وقفت معنا وشكرا لغيرات السعيدة نتمنى بس أنهم يزيدوا المعسكرات ويهتموا بنا أكثر عشان نصلى بعيد معهم رغم الظروف الصعبة والإمكانيات القليلة التي توفرت للمنتخب اليمني للناشئين أثناء تدريبهم ورحلتهم إلا أنهم أظهروا إمكانيات كبيرة حملوا معها مسؤولية النصر الذي عول عليه اليمنيين في شمال الوطن وجنوبه فكانوا ذات جدارة وحملوا عاتق النجاح بمسؤولية وبغير النصر والتأهل ما كانوا ليقبلوا حفل أقامته وزارة الشباب والرياضة للمنتخب اليمني وتكريمه لتأهوله إلى نهاية كأس آسيا المقرر إقامتها في شهر مارس القادم للعام 2023 بالعلامة الكاملة بصدارته للمجموعة الخامسة التي استضافتها العاصمة البنجلاديشية داكا بثلاثة انتصارات أمام منتخب بوتان ثمانية للصفر ومنتخب صنغفورة ستة للصفر ومنتخب بنجلاديش أربعة للصفر والذي يعتبر هذا الفوز والتأهل النظيف حيث لم نسجل في شباك مرمى بلادنا أي هدف الحقيقة شعور صعب واحد ينصفه بكلمات لأنه شعرنا بالأفضل تعبير يعني عبرنا عنه بعد المباراة كانت حقب انجلاديش يعني كانت تصرف تلقائي هكذا يعني والفرحة عارمة كانت تعم لأعبي المنتخب والبعثة كامل سعدها طبعا بالتأهل وسعدها أكثر بأن هنا سعدنا الشعب اليمني بشكل عام ألف ألف مبروك للشعب اليمني والجماهي الرياضية قاربة في اليمن سعداء قدنا بتواقدنا اليوم مبنى وزارة الشباب والرياضة وحظينا بتكريب معالي وزير الشباب والرياضة هذا أولاء الأبطال المنتخب يستحقون يمتلكون جودة فنية عالية وأبطال كانوا أبطال شكر لقيادة اتحاد الكرة التي سهلت ودعمت المنتخبات الوطنية وألف مبروك لنا جميعا وشكرا لقناتكم أعتقد أنه الآن دوركم لازم يكون حاضر منتخب اليمن بدون إمكانيات وصل إلى ما وصلنا إليه كيف إذا توفرت الإمكانيات المطلوب كل شخص يحب وطنه وغيور على وطنه ويحب الشباب هذا القطاع الذي يفترض يدعمه أنا لا أتكلم عن كرة القدم فقط لكن كرة القدم قز أصيل من أدخلة الفرحة والسرور على محية كل اليمنين فالأولى أنه يدعموها حب الجماهير ودعمهم المستمر للمنتخب يعتبره لاعب المنتخب الوطني هو الحافز الأول للاستمرار بخلق انتصارات واللعب بشكل مشرف وهو الذي يحتاج معه اللاعبون إلى دعمهم بصورة أكبر وعمل معسكرات تدريبية تمكنهم من التدريب بشكل أفضل ومكثف يجعل المسؤولين أمام مسؤولية كبيرة للعمل على تبني المنتخب ومنحهم تدريبا لائق بفريق يستعد لمواجهة الفرق العالمية